موسيقى 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 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد كما صليت وسلمت وبركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وعلى نبي أزكى صلاة وتسليم مشاهدي الوطنية الثانية الأعزاء ومتبعي برنامج الدين يسر الأحباء الأوفياء خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الأسبوعي الذي يجمعنا بكم كل يوم وجمعة لتطرحون فيه الأسئلة والاستفسارات وكذلك لتوجيه الموعظة من حين لآخر بين ردهات هذا البرنامج وبين المكالمات الهاتفية التي نستقبلها على الرقم الموضوع على ذمتكم 93 438 038 هذا الرقم الذي يظهر أسفل الشاشة يمكنكم اعتماده لطرح الأسئلة وكل ما ترمون معرفة الإجابة فيه سواء كان فيما يتعلق بالفقهيات أو بالأمور المتعلقة بشائر المستجدات أو القضايا الفقهية المعاصرة أو ما يعرض لكم في حياتكم أو ما يعن لكم من أسئلة فنحن في خدمتكم وسعدا باستقبال مكالماتكم على ذلك الرقم 00116 لمن أراد الاتصال بناء من خارج أرض الجمهورية التونسية نفس الرقم تعتمدونه 93 438 038 لمن فتته هذه الحلقة أو الحلقات السابقة يمكنه الرجوع إليها يجدها على موقع اليوتيوب باعتماد يعني الدين ويسر يكتب نفس الكلمة أو على موقع الوطني 2 ريبلاي الدين ويسر على بركة الله تعالى نستقبل أولى المكالمات الهاتفية الواردة علينا اليوم من أخينا عبد العزيز من جفصة السلام عليكم مرحبا بيك سيد عبد العزيز وعليكم السلام أهلا وسهلا أخوي عبد العزيز مرحبا بيك يعيشك يبارك فيك فضل باش نسلك كرحة مولديك ومعناها يودلني الله يبارك تفضل باي عندي ولدي نعم عارف عنده حكاية طبعا شوق يا ربي هنيه إن شاء الله عايشك وفلنا شئ ما يشاكل بينه بين مرته لما حاله قاما مشتنها أخر مرة لدارها من شطرة اللي فاتر اي نعم اتعاركوا إياها بالتليفون ايه بالتليفون معناها جال هراني يطلق ديك ركتارجة ايه باي وتراشل شوية من نعم تلعطوش حلف اما جال هراني ركتارج هراني يطلق ديك بايش نطلق ديك قال هراني يطلق ديك ولا هراني بايش نطلق ديك ولا ركتارجة جدا ركتارجة بايش نطلق ديك حكا بيتل يفون اي واشنو النية هو يقصد يهدد فيها نية بالحق هو بناوي يعزم عمل جرات الطلاق هو دكتور تغشش برشا انا يمكن عواج تانين شوية تغشش برشا فقرج من تنينك وقال لكله مضاء اي اي واشنو يسأل له اي اي بايش نسل الطفل بايش ترجع دار حفيق قبر المطارزة هي على اساس والله بايش ترجع اليوم اي بالمعنى النية اي على اساس انو كتلق ديك المهارين بايش نسل كشنو نعمل قديش ليها هي من المشتل دارهم من اللي قالها الكلمة هذه عندها فوق العشرين يوم عشرين يوم تهى الامر يقول رجعت وزوجتي واعف الله عما سلف على كل اول مرة هو يقولها هذه في الكلمة هذه اول مرة نعم هذه على كل حال يعني يقول رجعت وزوجتي ويرجعها وينتهي الامر بذلك وتعود الى بيتها قبل مضي ثلاثة شهور يجب ترجع للدار قبل مضي ثلاث قروء يعني ثلاث حيضات او ثلاث اطهار او ثلاث شهور بنسبة للمرأة اليائز فامدنسي عبدالعزيز الذي يترتب عليه هو معاش يقول الكلم هذا مزالوا في بداية حياتهم الزوجية يعني سبع شهور مزالنا يعني في البداية في الخطوات الاولى يعني الاصل وهي حبلة ما هي على البشتول يعني يزم شاء الله يعني يا ربي يعني وصلها بالسلم كما يقال ويرزقكم منذورية صالحة ولكن الذي يترتب عليه كونه يقول رجعت زوجتي ولا يعود لمثل هذا الأمر فامدنسي وثم كذلك أمر آخر كونه هذا رأوا الغضب رسول صلى الله عليه جاء الواحد قالوا اوصني قالوا لا تغضب قال اوصني يا رسول الله ولا تتل علينا حبوصي نحفظها قسيرة أحيانا إنسان يعمل موعظة طويلة وما تشد منها شيء يذهب أوله بأخيره قالوا لا تغضب قالوا اوصني قالوا لا تغضب وذاك عليش يعني العلماء يقولون أن الطلاق لا يقع وطلاق الغضبان لا يقع لكن الغضبان اللي يحكوا لي العلماء يا عبد العزيز كونه يكون غضب شديد يعني كما قلت ادخرج من سينته يعني ماهوش عارف روحوش بش يقول ماهوش كذا في مثل هذه الحالة لا يقعون الطلاق لكن الغضب الذي يميز صاحبه الكلام الغضب اللي عارف روحوش برمج وش يعمل إذا كان هذا الطلاق يقصد به التهديد يقصد به كذا فهذا لا يقع ولكن إذا كان هو عقد العزيز كونه بشي طلق زوجته فيعتبر طلاق باء بينونا صغر شو معناه بينونا صغر يعني يرجع زوجته عنده الحق حتى لو كان من يعتبره هذه طلقة عنده الحق يرجع زوجته مداما في فترة العدة يعني ثلاثة قرو يعني ثلاثة شهور يعني يرجع فيهم زوجته في هذه الأمر إذا كان فاتت هذه المدة ولم يعدها فوقتها في الفقه لا بد من صداق جديد وماهر جديد وشاهدين عجدد وكذا ولكن طالما أن هذا كل مصار ومنحبوش نتوسع فيه ما يترتب عليه ويستغفر ويتوب ويعيد زوجته إلى بيتها واليوم يعجل بمثل هذا الأمر يقول راجعت زوجتي ويرجعها وانت يعني سعبد العزيز كأب تبقى ديما محل النصيحة ومحل التوجيه والإرشاد ديما طالما هم مازالوا في مرحلة الشباب وكذا أنصحوا وجهوا إن شاء الله سعبد العزيز وحدثوا بفحوا الإجابة إذا كان ما تفرجش في البرنامج الله يرحم وديك يعيش كسعبد العزيز بارك الله فيك ونفصلوا في هذه المسألة لأن هذه قضية التلفظ بلفظ الطلاق المسألة هي مسألة شرعية هناك التطليق التطليق الذي يقعه القاضي أحيانا إنسان يعني لا يطلق زوجته ويضرها وكذا فتشتكي به فيقع القاضي محله الطلاق فيعتبر هذا تطليق وهناك الطلاق الذي يقوم به الزوج مع زوجته يقول لها أنت الطالق وهو يقصد ما يقول قل أنت طالق طلقت هذا من ناحية الشرعية لم تعد زوجته إلا إذا رجعها بما يراجعها يعني على خلاف بين أهل العلم هناك من وسع وهناك من شدد هناك من قال يعني مجرد الكلام أن يقول رجعت زوجتي أو الجماع أو حتى هناك من اعتبر حتى القبلة واللمس يقول كذا كل مراجعة المهم هاته يتصلحوا هناك زوز مدارس في هذا هناك مدرسة تشدد ومدرسة توسع مدرسة تضيق في هذا الأمر حتى لا يقع الطلاق يضيقون يقولك لا يقع طلاق الغضبان يقولك الغضبان يزم يكون في غضب شديد جملة يعني ما يعرف شو بش يقول ويقوله لوراك قلت كذا وقلت المرتك كذا وعملت يقول يا خينا قلت هذا كل ويقوله ليش بك يعني هذا يقال ووقتها يعتبر الغضبان لا طلاقة ولا اعتاقة في إغلاق إغلاق كونه يعني ما عادش يفهم حتى شي حتى نقولك الآن مغلق يعني ما عادش فهم شو يقول وأصبح جمرة من جمرة الشيطان وجمرة من جمرة النارة كلاهيب الغضب يعني أضاع رشده وأضاع بوصلته وأضاع يعني ثباته ووقتها قالوا ما يقعش السكران قالوا لا يقع هناك من العلماء قالوا لا يقع علش قالوا بش نأدبوه بش المرة جاء يتربى معادش في خباه هون أدبوه والزوجة شنو ذنبه والأبناء شنو ذنبه وهناك من يوقع وكذلك طلاق المرأة لابد أن فهذه يعني يعني عديد الأمور اللي ممكن نتوسع فيها بعد ما نستقبل المكالمات في أخرى من أختنا هادية بني نتكلم في ناس هيكل أختنا هادية من الزهرة من فرنسا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا بيك عسلام أختنا هادية وبيك بيك تفضل مرحبا عندي زوز أسيلة عندي سؤال الأول عم نور روحنا بك رهضة اي ومازالت يعني حليق غدر روح التونس ويعني مازالت يعني كماشي روح وماش نولي وإننا نمشو بها ما عملتش العام يعني يعني مازالت ما عملتش العام نحب نعرف عليها زكاة ولا السيارة هذه أختنا هادية شريتوها أنتم لكم من فرنسا بيها بيها أنتم شريتوها بنيت التجارة ولا بنيت الاستعمال معنا مش تستعملوها بنيت الاستعمال بنيت الاستعمال ما فيش زكاة أختنا هادية بربي ما فيش زكاة السيارة طالما مش نستعملوها لشيء يستعملها الإنسان رسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث على فرسه صدقة وعلى خادمه حتى العبيد ليس زكاة صدقة مقصود بها زكاة لشيء يستعملها الإنسان وعنده ذهب تستعمل فيه المرأة دائما يعني شيء زكاة الزكاة في الأشياء اللي الدر الموال في المال النامي هذيك عليها الزكاة أختنا وعند ذهب وما محدود في تونس كن روح خرج عليه الزكاة وما نستعمل فيه ليش خرج عليه في الزكاة أختنا هادية بالنسبة للخرج عليه صدقة ولكن هو كما قلت المسألة فيها رأيان يعني رأي الجمهور كونها الذهب الذي تستعمله المرأة عندها أخواتم عندها سلسلة أحيانا يكون حتى ذهب كثير أحيانا في بعض الجهات في الساحل أو في الجنوب أو في الشمال أو كذا يستعملوا ذهب مثل قال المرأة تلبس فيه يومين أو في جربة أو كذا يستعملوه أختنا هادية أنت منين من تونس كيف كنت في تونس من تون من ما حصلت فاق يعني هناك نس يستعملوه الذهب كيف تلبسون المرأة الذهب ما تخرج عليه زكاة أنه الذهب يتخرج عليه زكاة إما بنيت للدخاء يعني تشري الذهب عبارة هذيك فلوس من دخلته يعني هذاك وقت يولي يخرج عليه زكاة كل ما يوصل 85 جرام ذهب ذوق 24 يخرج يقومهم ويخرج عليهم 2.5% ربع عشر اللي في مطلع السنة هذية 1441 هجرية في واحد محرم يعني كانوا يعني تفهم فيه أختنا هادية أين نفهم فيك 2.5% واضح 2.5% واضح النسبة هي 2.5% ربع العشر يعني إذا كان الذهب هذا يسوى عشرين مليون تقسمهم على عشرة زوزم لين تقسمهم على أربعة تلقى 500 دينار تخرج 500 دينار على عشرين مليون فهمتني شنقصة أختنا هادية وين يفهمتك عايش خير لا ينورك هذا كان الذهب متخذ للتجارة أو متخذ للإدخار إذا كان الذهب هذا تستعمل فيه أنت أو بناتك أو زوجات ابنك أو كذا تستعمل فيه وتلبس فيه فهذا ليس فيه ليس فيه زكاة عندك سؤال آخر أختنا هادية عندي سؤال الثاني كنقر القرآن نقره جهر من قرهوش فر يعني هل زيز ولا تقر في القرآن ما تقره فيه في الدارك أنت وتحفظ في القرآن في داري يعني مع صغاري ومع زوجي لا عادي لا عادي لقد تقره جهر ولا بأس بذلك بارك الله فيك عايش خير الله ينورك بارك الله فيك شكر نفض من هادية حتحنا كذلك بارك الله فيك نشكروك ونشده على يديك على هذا الاهتمام بأمر دينك وتعلق بشأن الدين يعني ونعرفوا أن المسلمون في المهجر يعني لهم أحكام خاصة وهذا ما يسمى فقه المهجر أو يسمى فقه الأقلياد أحيانا لأن عادة في فقه المهجر يرعى التخفيف ويرعى التسير أنت لشيء تشوفها بسيطة هنا صلاة العيد اللي شوفها عادية غادي يعني تطلب يعني مشقة معينة وكل في عادي الصوم اللي شوفيه أنت عادي هنا هو يعمل ورب العمل لا يهمه أنت مسلم أو غير مسلم أنت تشتغله يعني فهناك ناس تتفهم يعني وكذا وهناك ناس تعادي يعني ربما يسمع به مسلم يضيق عليه وهذا يعني يحتاج إلى تسير للناس الموجودين هذين أنت هنا تمشي للجزار تأخذ الحم هو غادي لابد أن يأخذ اللحم المذبوح على الطريقة الإسلامية ولا يكون لحم هذا الحيوان مقتول بالرصاص ولا يكون مقتول بالخنق ولا يكون مقتول بالسعق الكهربائية ولا هذه كله يعني أمور تطلب يعني جهد عندهم بشي تحروا حتى يعني يصلوا للقمة الحلال والأحكام هذه الشرعية الكل وهذا يعني من خلاله نوجهه تحية لكل تونسيين في المقتربين في الخارج وكل المسلمين في كل أسقاع الأرض وهذا البرنامج مفتوح ليهم يعني لكل المسلمين وكل مرامة الاستفسار بالنسبة للإنسان هذا في الخارج وقتنا هذه قالت أنا نشرين كربا وروحنا بها لتونس نخرجوا عليها زكاة ولا ما نخرجوش عليها زكاة السيارة اللي تسوق فيها ما عليها زكاة الدار اللي تسكن فيها ما عليها زكاة الملابس اللي تلبس فيها ما عليها زكاة ولو كان الذهب ولو كان الذهب هذا القول الجمهور القول الشافعية والملكية والحنابي لا القول الراجح أو القول المشهور عندهم ولكن الحنفي يقولون يخرج على تخرج زكاة على ويعتمدون الحديث يعني للرسول صلى الله عليه وسلم اللي قالت هذه الفتاة خات يعني عند أخواتهم سيدة عائش قالت سنعت هنا أتجمل لك يا رسول الله قالها هنا تأدي في صدقاتهم قالها هنا حسبك من الناء ثم اعتمدوا هذا ولكن الأصل يعني كون الزكاة المبدأ العام فيها لا تكون إلا في المال النامي وإن شاء الله نحاول نتوسع فيما تبقى من زمن بعد استقبال مكالمة هاتفية أخرى من خون الهادي من مجاز الباب السلام عليكم بسي الهادي الله عليكم السلام أهلا وسهلا بك يا مرحبا بخير والحمد لله شنية حوالكم سي الهادي بخير الحمد لله يا رحمه لديك عائش الله يبارك لك تفضل سي الهادي الله يفضل عنكم خير والله يا دكتور الوائد التي جيتها تموت وسطني مسايا نحنا عنا جزة بنات جبعة جربة بعض لأنهم نحكي بسارة كيلو متر لبع كيلو متر على بعضهم سي الهادي والأم هي مصفات بخوني في جبانة وعند أخواتهم في جبانة الأختي قالت للموجد فيني بحلها أخوات بعد تالي أنا قلت أمها وملبيتها من رأس هناك كاك بحلها بابا يرحمه بحلها جداية أمها هي هم في مقبرة بعض على بعضهم سي الهادي هم بنات بجي عربهم خلت كيلو متر في مقبرة واحدة يعني لأ ملأ مقابر جوز مقابر جوز مقابر مقبرة فيها أهل إخواتها وأهل أهلها وكذا ومقبرة فيها زوجها وكذا وانتي أدفنتها زوجها ومها هي الجدائي أمها هي جوازة بتاع أنت سي الهادي شوف وش تسألك سؤالك ووضح لي أنت الوالدة توفت الله يرحمها أي توفت إذن هي وسط كذا في قائم حياتها قتلك كيف نموت أنا أدفني مع مع أخواتي أي كيف توفت أنت نفذت لوسية ولا لا بحلاء أمها هي والادي أمها هي وبابا معنها بحلاء طيب عليش أنت ما نفذت شلوسية سيلا هذه والله أنا قلت هي خاطر أمها هي مدهونة في الجبان الأخرى بعيد عليكم جبانة برشا هذي الأخرى لا أم الأخرى لا والجليب الأخرى مش بعضنا بعض نصير الزوز في المجهز يعني خاطر دقى دكتور خاطر هي أمها هي مدهونة في الجبان الأخرى لها برشة من توفط المهم الله يرحمها على كل حال الأمر يبقى على ما هو عليه يعني هو الأصل المستحب كون طالما هذه وصية مقدورة عليها سيلهادي الأصل أراك نفت الوصية لأنها يستحب يعني تنفيذ وصية الميت خاصة في المسال هذه البسيطة المقدورة عليها ولكن تول اللي عملتوا عملتوا سيلهادي ما عايش لا تمشوا القبر ولا تغيروها ولا شيء الله يا دكتور كيف الحق لا لا بس ما ثماشي وانت ما عملتش حاجة حرام ولكن خلاف الأولى انت خلفت المستحب طبعا يا دكتور والله هنا حبيت عليها نترى أم هي غادي وبابا يرحم مغجرة حبيت ناليك من حكم إن شاء الله رب يجمعهم في الجنة يا سي يسيلياتي ويجمعنا أجمعين بكم في الجنة إن شاء الله لا يجي من العلم لا يسيرش على كل حال الرسول الصليم يقول دفنوا موتاكم فواسط تقوم من صالحين كلهم صالحين وكلهم من أهل القبلة وكلهم يعني من المهم هذا على كل جهت يعني ما فيها شيء سيلهادي خلاف الأولى يعني الأصل كون الميتسي لهدي والإنسان عنده أربع حقوق بعد ما يموت في الإسلام جمعوها العلماء في كلمة تدوم وحفظهم تا دا وميم التا هي التجهيز يعني ما ينحق غسله وكفنه ودفنه بلا إسراف ولا تقطير من فلوسه هو من ماله لي خلاه الداء هي الدين قبل ما نمشه الوصية نمشه للدين نشوفه عنداش دين نخلص عليه الدين بتاعه من بعد نجيه للواو الواو هي الوصية من بعد وصيدة نيوص بها أو دين من بعد وصيدة نتوسونا بها أو دين من بعد وصيدة نيوص بها أو دين أربع مرات تكرت في القرآن فنفض الوصية الوصية هذه إذا كان وصية في المال تكون في حدود الثلث هو أخير لتسعة ملايين تكون الوصية في حدود ثلاثة ملايين الثلاثة ملايين الأخرين لا يقول هو تسعة ملايين اللي خليتهم أعطوهم من فلان منعطوهم الوصية مازم ماش تتفاوت الثلث ولا تكون لي وارث لا وصية لي وارث لأن الوارث بيش ياخد نصيبه الشرعي ما يجيش الإنسان يوصي الوارث لا هذا كوارث عنده نصيب لكن كيف يوصي الثلث وثلث كثير عند الحق في الثلث ماله نفذ الوصية هذه ثم الميم اللي هو الميراث فالوصية الهادي إذا كان وصى بأن يدفن في مكان معين فتنفذ هذه الوصية إذا كان مقدور عليه إذا كان مثلا ساعة إنسان وصية تكون فيها إرهاق مات فيه هو من الشمال ومات في الجنوب ولا هو مش الجنوب مات في الشمال أو كذا وقال أنا أحب أن أدفن في ذلك وصادف مثلا تقص حار وصادف يزم رخصة من السيد الوالي بتعنقل جثة وكذا وإجراءات ووعب بلدية يعني من بين إكرام الميت تعجيل بدفنة أو صادف هذاك الحجر الصحي ما تتقلش الناس من بين الولايات معناها ينفذ الوصية حسب المستطاع اتقوا الله ما استطعته فقل استطاع إذا كان عجز عجز الهادي طالما أن الوصية هذه أنت كنت تقدر على تنفيذها يعني فقط مجرد لوم والعتاب فقط أنت كنت تقدر على تنفيذها ولكن رأيت أنك تدفنها مع زوجة وذلك يعني رأي محترم والوالد بتاعها غادي جدا كيف سئلهادي؟ والوالد بتاعها هي غادي بابا جدا هما هي بابا جدا كلما شوف سئلهادي كلها يعني أرض ربي سبحانه وتعالى والإنسان ما ينفع كان العمل الصالح متاعها في نهاية الأمر سواء كانت تدفن هنا تدفن هناك تدفن في أرض غربة تدفن في كذا يعني كلها يعني يوم البعث تبعث من القبور ولا يؤثر ذلك الأنسان يعني هز معا كان فعلا احنا نقول فيها هذه يعني شيعوه ماله وأهله وفعلا يمشي ماله يعود إذا كان عنده ناس ولل عنده سيارات ولل عنده أموال ولل عنده أهله وأصدقاء كله يروحوا وأنه ليسمع قرعني عالي ويقول الرسول صلى الله عليه ويبقى بعد تلك هو والعمل الصالح متاع يجوه الملكين يقوله متى كنت تقول فيه هذا الرجل يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول هو عبد الله ورسوله يقول يعني انظر مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة إلى آخره يعني فهذا سؤال الملكين فأراه لينفع الإنسان لينفعه العمل الصالح متاعه ما ينفعوش يعني ولكن من باب الاستحباء فقط يستحب من باب المستحب يستحب تنفيذ هذه الوصية طالما أنه المهم من باب إذا كان الدفن يعني صار اليوم أو كذا ونقوله كان ميسلش يعني نقله لكن بس أنا عندها ثلاثة سنين لا يعني يكره نبش يعني القبور إلا لضرورة ضرورة معينة يعني لقد الله إنسان مات مقتول أو ظهرت حقيقة معينة أو أبحاث أو سيده كل الجمهوري قال هذا يجب أن يفتح عليه أو سيد الطبيب الشرعي بشيء تبت هذا وقت هنحله على القبر أو يعني مسألة معينة أو القبر يعني أدركه الماء مثل ما صار للمام المازري شيخنا يعني في دفين مدينة المنستير وقال لنا يعني فهذا وقت ينقله القبر ينقله الرفاة متاع الميت متاع المتوفى ويكون باحتيارام هذا لأننا في حد المرات فتحوا قبرا فالرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم جاء حافر القبر ليكسر تلك العظام قال لا إن كسرك إياه ميتا كسرك إياه حي كسروا عظم الميت ككسر عظم الحي قالوا شنعمل يا رسول الله قال تحفر بجانب القبر لأنه فم القبر وفم اللحد فم الشق وفم اللحد فم الشق اللي يكون يعني في وسط وثم اللحد الذي يكون على في جانب القبر فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني اردمها يعني تكون لأن الآدم مكرم الآدم مكرم رب يخلق الإنسان وكرمه وفضله على سائر المخلوقات فلذلك سواء كان يعني أعضاؤه أو يعني جنين أو كذا حتى كان سقط توفي لابد أن يلف خرقة ويدفن على خلاف بين المذاب في الصلاة عليه صلاة الجنازة هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه ولكن كل ما هو من جنس الآدم حتى العلماء يقولوا إذا كان بوترة لقدر الله ساقه أو رجله أو شيء تدفن يعني الآدم مكرم ويعني حتى القلامة يعني من الآفار أو شيء رسول صلى الله عليه وسلم كان يدفنها يعني وعندما ينزع الدم أو شيء في الفصل والحجامة كان يدفنها يقول حتى لا تبحث عنه الكلاب فهذه كلها أخونا هادي الأصل كونك يستحب لك تفيد الوصية طالما أنك لم تقوم بتنفيذها لا شيء عليك إن شاء الله تعالى وربي يرحمه أختنا هادي الله يبارك أهلا وسهلا أختنا هادي أختنا هادي من المهدي أختنا دلندا مرحبا أختنا دلندا أهلا وسهلا مني أهلا وسهلا دكتور مرحبا أهلا وسهلا دكتور برجل حتى نسألك تفضل زوجي اللي هو ساعت نبدأ أنا ما عنديش فلوس هو ما يخليليش فلوس ساعت ينشي دوش ولا ينشي يخلي فلوس نمشي من هذا نصروفي يعني حكم نصروفي برس حد نفس اللي يدرى هذا حلال وقاله حرام واذا كان يعني بدون إذنه وبدون علم وقتنا دلندهك اي بدون إذنه وبدون علمه وبعد كيف يكتشفه المال بتاعه وقصه وكذا شنو يصير ساعت ما يفيق ساعت يقولي نخبر عليه الصراحة نقوله ما زيت خبر حكمه سعيده معي شوف أختنا دلنده هو الأصل كون الزوج ينفق على زوجتي هو أبامحني دكتور هو ينفق عليه عما هنا ساعت نسخف في حاجات خاصة بي فهمتر هذه من نفقته عليك يعني ما تحتاجينه من مأكل وما شرب وبلبس وكذا ومتاع ما إذا كان في مقدوره فهذا يعني واجب عليه هذه الحالات وقتش يصير إذا كان الزوج مقصر في النفقة لأن الكفاب المرء إثمن أن يضيع من يقود وقتها يباح الأمر لأن الأصل كونه هو المرأة رعية في بيت زوجها ويعني وهي مسؤولة عن رعيتها وهي مؤتمنة عليه أن الدنيا متاع وخير متاع الزوجة الصالح إذا نظر إليها زوجه سرت وإذا أمرها طاعت وإذا غاب عنها حافظته في ماله وعرضه ودينه لكن والحال ما ذكرتي إذا كانه مقصر على النفقة والأموال هذه ينفق فيها فيما لا يعني وكذا وانت تحتاج الضروريات ليك والأبنائك أو أشياء ضروريات نعم ففي مثل هذا الحاجة يجوز كونك تزي من ماله دون علمه وهذه حدثت للسيدة هند بنت عتبة زوجة سيدنا أبو سفيان عندما قالت يا رسول الله أن زوجي أبو سفيان رجل مسيك رجل شحيح قتل يقتر علي في النفقة عنده الفلوس يقتر علي تقطير كبير أخذ من ماله سرا قال عليش قتل النفقة على نفسي وعلى أولادي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وفي رواية ما يكفيك وبنيك بالمعروف بالمعروف هنا تحتها ثلاثة سطور بالمعروف بالمتعارف عليه بالعرف وثم حسب الإمكان والاستطاعة ما معنى بالمعروف يعني المتعارف في العرف إذا كان في العرف يعني من هو في مثلك وفي بيئتك ومن أقاربك ومن إمكانيات كون المرأة في إمكانياته في مدخله وفي شهرته تحتاج كذا لباس وكذا الدواء وكذا الدواء فتأخذ حسب المتعارف عليه أنت وولادك يعني فقط ما مش معناه يجداح الإنسان فهو الأصل كون منصوش لمرحلة هذه حتى ما يعني ما تقعيش أنت فيك لا قدر الله في الكذب ولا يقعه في التقصير في النفقة لأن الإنسان يعني كفاب المرء يثمن أن يضيع من يقوت هو واجب عليه النفقة يا أخي ربي سبحانه وتعالى ما يقرف الآية يرجال كله يقول لك الرجال وقومون على النساء بما فضل الله بعض من بعض باش وبما أنفق من أموالهم وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف بالمعروف يعني بالمتعارف عليه حسب العرف إذا كان في العرف المرأة تحتاج كذا كذا يوفر لها هذا ما فيش كلام معناها أختنا دلان تفضل الأختنا دلان على كل حال أنا الذي أنصحك به كونك يعني تصارحينه في هذا الأمر وتقول له تقولين له أنا أحتاج إلى هذه خمسين دينار متع كذا وهذه مئة دينار متع كذا وهذه ثلاثين دينار ما إله يا دكتور والله حكاية خمسة لائف عشر لائف مش حاجة كبيرة يعني أشياء بسيطة يعني أشياء لا تذكر أشياء بسيطة برش لكن حكم هو الدين ورغم ذلك يبدأ يخدم بلوطة وما يوري ميش بلوطة ويقول لي ما عنديش وما يسمحني يقولك ما عنديش وهو عنده وما ينفقش عليه وما ينفقش عليه وروء إنسان يصلي يا ما هو الصلاة يعني لازم منظومة متكاملة الصلاة هي فقط ما هو الإنسان مسؤول ورجل راعا في بيتي وهو مسؤول عن رعيته ومسؤول على زوجته واجب عليه بيش ينفق عليه واجب عليه ما لعليش هو في الجماعات النسوية وكذا كفاش رجال يورث أكثر من هو يورث الضعف متاع أخته يوسيكم الله في أولادكم لذكر مثل حظ ونثيين عليش على خاطر لازمه نفقة يجيب مرأة ينفق عليها ولازمه مهر ولازمه متعة ولازمه كل شيء يتكفل به هذا والمرأة حتى لو كان عندها يعني ملايين لا تجيب عليها النفقة إلا من باب التطوع وحتى الزكاة الفطر وكل ما شيء في زوجه اللي يخرج على زوجته وحتى الزكاة يعني ما يعطيهش لزوجته ولكن الزوجة هي مش واجب عليها بيش تنفق إلا عنتي بيخاطر إلا عنتي بيخاطر لأن الإسلام أباح العمل للمرأة ولكن لم يأمرها وحتى ربي في القرآن قال لا يخرج أنكم من جنتي فتشقى مش كل يشقى آدم تشق مش حوالي تشق المرأة في الإسلام هي معزة ومكرمة تشقى يعني تشقى يا آدم في السعي والكسب والعمل لإطعام حوالي وتكريمها وتبجيلها هذا هو الأصل إذا كان هو يعني معصر ولا ما عنداش فالمرأة تصبر وتحتسب وتشد أزره وتسند ظهره وتكون له خير المعين ورسول الصلم كان تمر اليد لذوات العدد في بيته يعني ولا يعني ولا يقد له نار وكذا والمرأة عليها أن تصبر وتحتسب أما يعني حسب ما ما ذكرت أختنا دولندا من المهدية إذا كان المسألة يعني أصبحت معنا موجود عنده ولا ينفق عليها في أشياء بسيطة من خمسة دينارات وعشر دينارات وكذا ما تحتاجه من زي من كسوة من مواد تحتاج إليها المرأة من خصوصيات المرأة هذا لا لا يعقل ولا يقبل وحتى في الفقه بعض الفقهاء قالوا تقدم الزوجة على الأم في النفق لماذا؟ لأن كنت جبت بنت الناس يعني أخذيتها بشتجوحها ولا بشتلا فهذا واجب يعني شرعا وقانونا وعرفا فهذا يعني بعجالة ما أردت أن أشير له في هذه القضية ومن الدليل على ذهذا هو حديث الرسول صلى الله لهند بنت عتبة زوجة ابو سفيان قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف قال خذي يعني مقدار ما تحتاجين أنت وولدك بالمعروف حسب المتعارف عليه وبالعرف وبالمقدار الجائز ومن حبوش نحن هذا كله نصلوله لأن الأصل كون الحياة الزوجية تبنى على المودة وعلى الرحمة وعلى السكينة يعني ولا تبنى على المخاتلة والمباغة وتنقيب وتفتيش والتعسير في النفقة والأخذ بدون العلم هذه كلها رسائل لابد كون الصلاة المصلي يكون يعني خير الناس لأهله الرسول صلیم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وسيدة عايشة يعني قالت كان الرسول صلیم في بيتي يكون في خدمة أهله يعني يخصف نعلى ويرقع ثوبة ويعرف الناضح ويعقل الشات هذه كل الرسول صلیم حتى السيدة عايشة قالت كان حاله في بيته ضاحكا بسامة إن شاء الله رب يصلح حال ذرياتنا وأزواجنا ويعني رب يبقى علينا سترة ورفض أزواج يقال على هذا وعلى ذاك يعني حتى ما يقولوش بمقاجز زوجاتنا وإن شاء الله رب سبحانه وتعالى يجمع مبيناتكم في الخير ويبارك لكم ويرزقكم الذرية صالحة في نهاية هذا البرنامج لم يبقى لي إلا أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في رعاية الله وحفظه دمتم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا